لكن الله يقول جعلت قدامك لاحظ الحياة والخير الموت والشر يعني فيه أربع كلمات الحياة والموت أو الحياة والشر البركة واللعنة فإذا إما أنت بتختار الحياة وبتختار الخير أو بتختار الشر الذي يقود إلى هلاكك وحتما يقود إلى دمارك وإلى موتك ولكن الرب يقول لك اسمعها من عندي أنا بنصحك اليوم اختار الحياة لكي تحيا أنت ونسلك من بعدك بتعرف هذا القرار كان لازم يعمله يشوع اللي هو خليفة موسى قال يعني يشوع لشعب إسرائيل نفس الجيل اختاروا اليوم من تعبدون إما آلهة أي آلهة السوريين الأمريين أي آلهة أخرى ولكن اسمعوها مني أما أنا وبيتي يعني إحنا منختار أما أنا وبيتي نعبد الرب نحن نختار أن الرب يكون إلهنا والرب هو الإله الحقيقي وحده ونحن نختار أن نعبد وأن نسجد للرب وحده هذه تكررت في أيام إليا النبي قال إليا اختاروا لأنفسكم من تعبدون إن كان البعل اللي هو آلهة الفنقيين قديما وآلهة برضو صار آلهة كنعان اختاروا لأنفسكم من تعبدون يعني من تتبعون إما البعل أو الله فيعني كلمهم في الصميم قال حتى متى يعني تعرجون بين الفرقتين في حسم ما فيك أنك أنت تختار الله وتختار آلهة هاي مشكلة للإسرائيليين في العهد القديم اختاروا عبادات مع عبادة الله والنتيجة أن الله أرسلهم إلى السبي فإذا اختاروا لأنفسكم من تعبدون أو من تتبعون إن كان البعل فاتبعوه وإن كان الله فاتبعوه وعندما رأوا المعجزة العظيمة على جبل الكرمل إذ نزلت نار الرب وكان أمر واضح إلهي سقطوا على الأرض وقالوا الرب هو الله الرب هو الله أحب الآية اللي في العهد الجديدة مكتوبة عن مريم هو ابتدأت الآية مع مرثى قال لها يسوع مرثى مرثى أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة ولكن الحاجة إلى واحد فاختارت مريم النصيب الصالح الذي لا ينزع منها وصلاة اليوم تكون حكيم كمريم تختار الرب يسوع المسيح ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة